مرة جديدة أحد أبرز عناصر المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي قائدا لحماس في غزة يحيى السنوار القائد السياسي والعسكري والأمني من الطراز الرفيع يتقلد رئاسة حركة حماس في القطاع منتخبا من كوادر الحركة لدورة جديدة وهو الذي يتمتع بصيلات وثيقة بقواعد حماس الشعبية وقياداتها إسرائيل تصفه بالمتطرف العنيد لم يسعدها انتخابه عام 2017 وهي من دون شك تقلقها إعادة انتخابه فهو بالنسبة لها قيادي غير تقليدي أقلقها داخل المعتقل فأبقت عليه لأكثر من عشرين عاما في سجونها مع إدراكها صلابته وثباته فقد اعتقل مرات عدة وحكم بأربعة مؤبدات حتى خروجه ضمن صفقة شليط عام 2011 بعد تحريره من الأسر عاد إلى موقعه القيادي البارس في حماس وبين أعضاء مكتبها السياسي وتقلد مراكز أمنية وعسكرية حساسة حتى بات الأقرب إلى قائد كتائب عز الدين القسام محمد الضيف كما يتردد السنوار المولود في مخيم خان يونس عام 62 مؤسس الجهاز الأمني الذي نشط خلال الانتفاضة الأولى وكان ممن ساهم بتأسيس كتائب عز الدين القسام وهو حلقة وصل قوية بين جناحي الحركة العسكري والسياسي بما يتمتع به من خبرة أمنية ومهارات عسكرية إسرائيل التي ترى في السنوار تثبيتا لشخصيات صلبة عسكرية في واجهة حماس لم تقلل من شأن إشادته بالدور الكبير جدا للفريق الشهيد قاسم سليماني حيث قال إن ما فعلته إيران معنا لم يفعله أحد حتى في أسوأ مراحل العلاقة بين الجانبين لكن يبقى أن في انتظار السنوار استحقاقات كبيرة وملفات معلقة ليس أعقدها ملف الحصار والمصالحة